اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا المساء وفي عانوين الليلة نناقش مصادر السعودية لقناة اي 24 نيوز تقول ان الرياض تأمل بفوز نتنياو بالانتخابات الاسرائيلية لمواجهة ايران والاخيرة تترد على خبر انشاء تحالف اسرائيلي عربي ضدها بعد التصريحات التركية مصر تعلن عدم دخولها اي مفاوضات مع تركيا الا بدخول اليونان وقبرص مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع تركيا تحية طيب ام شاهدين استبعدت ايران انضمام دول خليجية الى تحالف عسكري مشترك مع اسرائيل لمواجهتها وردت على ما كانت قد اعلنته قناة اي 24 نيوز حول انشاء تحالف جديد بين كل من اسرائيل ودول عربية وخليجية واعتبر هذا الموضوع محل نقاش في الداخل والنظام الايراني اذ قال احمد وحيد في تصريحات النقانات الروسية اليوم ان اسرائيل تعاني من العديد من الازمات الامنية والاجتماعية وان دول الخليج لن ترتكب حماقة وتشارك مع اسرائيل في تحالف عسكري هذا وكان وزير الامن الاسرائيلي بيني جانس اكد ما كشفته مصادر خليجية لقناة اي 24 نيوز قبل ايام عن سعي اسرائيل ودول خليجية لاقامة تحالف امني اقليمي ضد ايران بالمقابل قالت مصادر سعودية لقناتنا اي 24 نيوز ان الرياض تعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو رأس الحربة في المعركة ضد ايران وان المملكة السعودية تأمل في فوز نتنياهو في الانتخابات العامة الاسرائيلية بعد ثلاثة اسابيع موقف سعودي يعكس قلق متنامي في الرياض من تغيير سياسة ادارة بايدل تجاه المملكة اذا هل تتابع ايران عن كثاب تطورات الحلف الامني العربي الاسرائيلي ضدها وهل الرياض تدعم نتنياهو في الكواليس حفاظا على ما اسماه المصدر السعودي رأس الحربة في المعركة ضد ايران كل هذا واكثر نطرحه على ضيوفنا الكرام ولكن بعد هذا التقرير لاول مرة منذ الكشف الخاص بايد ونيفور نيوز حول اجراء مشاورات بين اسرائيل وكل من السعودية والامارات والبحرين لإقامة تحالف للتعامل مع التهديد الايراني خرجت طهران عن صمتها حيال الامر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني احمد وحيدي اعتبر ان السعودية والامارات والبحرين لا تمتلك الامكانات والقدرة لمواجهة ايران وان اسرائيل تعاني من العديد من الازمات الامنية والاجتماعية اضافة الى ازمة في هويتها وشرعيتها وحالة عدم استقرار داخلي تواجه الحكومة كما قال استبعاد ايراني لدخول دول الخليج بهكذا حلف جاء موصولا بتحذير بان هذا الامر ان تم سيصفر عن عواقب وخيمة وضربات قوية جدا وفق تهديد طهران هذه التصريحات تأتي بعيد مطالبة اسرائيل من الادارة الامريكية المسارعة بتسليم سلاح الجو الاسرائي طائرات حديثة لتزود بالوقود جوا والتي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين الامر الذي اعتبره محللون بمثابة اشارة واضحة للارانيين حول بناء القوة الاستراتيجية الاسرائيلية هذا الحلف المتوقع جاء في غضون كشف عن اجراء مسؤولين اسرائيليين للقاءات مع عدد من القادة العرب منهم العاهل الاردني وولي العهد البحريني ووزراء الخارجية في عمان والامارات الى جانب محادثات كثيرة تجري من وراء الكواليس الناتو الدفاعي الاسرائي العربي ورقة اخرى للضغط قد تستفيد منها تحديدا اسرائيل والسعودية الاتان تصعيان لدحر التوسع والتموضع الايراني في المنطقة الى جانب دفع واشنطن الى تحديد موقفها من ايران في ظل عمليات انعاش للاتفاق النووي مع الاخيرة وضبابية في العلاقات السعودية الامريكية مؤخرا ولنقاش هذا الملاف ينضم الينا السيد اليف صبا خبير شؤون الشرق الاوسط اهلا بك السيد اليف معنا ونرحب ايضا من الرياض بالعميد حسن الشهري خبير سياسي استراتيجي اهلا بك سيد العميد وايضا معنا هنا في الاستوديو دكتور جاك نريا ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق لرئيس الوزراء اهلا بك دكتور جاك نريا ونبدأ اول سؤال او سؤالين معك دكتور جاك يعني منذ قليل وزيرة الشؤون البيئية الاسرائيلية جيلا جاملي ايل قالت ان ما حصل عمليا من تلوث او كارثة بيئية والتي طالت مئات الكيلومترات من الساحل الاسرائيلي ودول اخرى هو عمل ارهابي بيئي ايراني اذا هل يمكن لايران ان تقوم بمثل هذا العمل ام انه يصب في مصاب حشد موقف او عمليا رأي عام دولي ضد ايران من قبل اسرائيل خاصة وان الولايات المتحدة وايران مشرفتان على التفاوض ربما بشأن الاتفاق النووي الايراني خليني بلش اقول انه اكيد انه هذا عمل تخريبي ضد البيئة مش ضد اسرائيل لانه التلوث كان على الشاطئ الاسرائيلي والشاطئ اللبناني يعني من بيروت جنوبا لحتى اسرائيل لخديرة كان التلوث يعني بس هيدا يعني هيدا جاي من باخرق ارصنة مش اول مرة بيطلعوا بواخر من هالنوع من بندر عباس وبيطلعوا عن طريق قناة السويس للبحر المتوسط بيكون فيه يا تهريب يا شحن اسلاح ومنها لها السبب يعني ما كان الا الباخرة هذا اسم لا كان مكان لاسلكي يعني كان تعرف عليها تحتى عن طريق الاقمار الصناعية وهذا اول شيء وثاني عن الاقمار الرادار اللي بترجع بالتاريخ لوراء حتى توصل للباخرة اللي لوست الوضع الباخرة يعني صاحبة واحد ليبي وطلعت من ايران ما تفكر انه بهالغرض هذا لازم واحد يقول انه ايران هي اللي وراء هذا الخبر هي وراء هذا العمل هذا عمل استثنائي اخده قرصان بحر قرصان بحر كان لازم يلأطوه بجوزة حين أطوه كمان نعم طيب دكتور جاك السؤال التاني نعم بما اننا يعني تحدثنا عن المصادر الخاصة السعودية لقناة اي 24 نيوز والتي مفادها بان عمليا المملكة او القيادة تفضل بان يكون بن يمين نتانيو على رأس القيادة في اسرائيل بداية كيف نقرأ ما نشرناه اليوم عمليا على الموقف السعودي هذا شوفي اذا كان انا بقول يعني بصراحة اذا كان بتسألي مالك الاردن ورئيس لبنان وده رئيس سوريا والسيسي ويلي بدك من رؤساء العرب شو بيفضله بيفضله ياما جيدونسا ياما بن يمين نتانيو الجواب هو سهل بن يمين نتانيو هن بيعرفو 12 سنة موجود بيعرفو كيف كيف يتعطى مع مع الامن كيف يتعطى مع ايران كيف يتعطى مع سوريا كيف يتعطى مع الامريكان يعني هو كان اللي واجه اوباما لانه كان مقتنع انه اوباما ما كان له نية طيبة مع ايران نعم اذا ستقول بان الدافع الامني هو القاسم المشترك سيد اليف بما يتعلق بخبر الكارثة البيئية والتي عقبت عليه وزيرة الشؤون البيئية الاسرائيلية هل يمكن لايران فعلا ان تتخذ خطوة كهذه ضد اسرائيل من وجهة نظرك؟ يعني لو بدت تتخذ خطوة ايران ضد اسرائيل في هذا الموضوع كانت اتخذتها على الاقل مقابل سواحل تل ابيب وليس مقابل الساحل الشمالي الذي يصل الى الساحل اللبناني هذا يعني كلام اتهام ايران حتى لو ما طلعتش الشمس بكرة وغطى عليها الغيم راح يكون ايران هي المسؤولة وايران هي المتهمة هذا محاولة تجنيد الرعي العام ضد ايران واليوم نحن نعلم ان كل ما يقال من جهات رسمية اسرائيلية هو تجنيد الرعي العام ضد ايران لانه هناك مخطط بعيد المدى وربما قريب ايضا ضد ايران فاستغلال هذه الموضوع وموضوع اخرى يعني هذا امر وارد مفهوم ضمنا مسبقا وليس اكثر من ذلك نعم وفيما يتعلق بالموقف السعودي عمليا والمصادر التي قالت بانها تفضل بن يمين نتنياهو كرئيس للوزراء في الانتخابات المقبلة يعني انا لا ارى فارق بين موقف السعودية سابقا وموقف السعودية حاليا موقف الامرات سابقا وموقفها في الوقت الحاضر لانه علاقتهم مع بن يمين نتنياهو هي علاقة مبنية على خطط استراتيجية مستقبلية امنية واقتصادية وسياسية ولذلك وبالتالي هم يفضلون التعامل مع بن يمين نتنياهو في حين ان الشعب والمجتمع الاسرائيلي يحاول التخلص من بن يمين نتنياهو حفاظا على الديمقراطية وحفاظا على الدولة العميقة وحفاظا على ما تبقى من نهج ديمقراطي الدول هذه الأنظمة لا يهمها لا نهج ديمقراطي ولا إنسان ديمقراطي ولا إنسان فاسد يهمها تحالفات مع الفاسدين أكثر ما يهمها يعني التحالفات مع الناس غير فاسدين وبالتالي هم أصدقاء بن يمين نتنياهو هذه الرجعية العربية دائما كانت تتحالف مع القوى الرجعية الأخرى تخضر معنا بالبقاء سيد أليف شخصيات أمثال بن يمين نتنياهو نعم سيادة العميد حسن بداية نود أن نستمع إلى تعقيبك على هذه الأنباء بما يتعلق بالحادثة حادثة الكارثة البيئية وأيضا يهمنا أن نستمع بتعقيبك على الأنباء التي مفادها المصادر السعودية بأن القيادة السعودية تفضل رؤية بن يمين نتنياهو على رأس القيادة الإسرائيلية تحية الجميع أعتقد أن إيران تجد فرص للخروج من العقوبات الأمريكية القصوى بمثل هذه النقلات المفترية سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة إلا أنه عمل مخالف للقانون الدولي والعقوبات المفروضة على طهران ويتعودت في مثل هذه الأمور على التملص وبالتالي نرى مثل هذه الكارثة البيئية ولا أتفق معظيفكم الذي دافعنا من الأخ جالي عن إيران إيران مع الأسف أستاذ أليس نعم نعم أستاذ أليس أنا أعتقد أن إيران مع الأسف منذ أن وصلت القيادة الحالية لسدة الحكوم شكلت تحدي ثم انتقلت إلى تهديد مباشر وخصوصا بعد احتلال أمريكا العراق برز ذلك التهديد مباشر من 2005 ثم انتقلت هذه مع الأسف تصدير الثورة إلى أجزاء من كثير من الدول العربية لسوريا ولبنان واليمن وبالتالي أنا أعتقد أنه مع الأسف هذه التحديات أيضا صادفها أيضا تفوق روسي في سوريا على الريد المتحدة روسيا لها تأثير أقوى ثم مع الأسف أيضا غموط بالسياسة الأمريكية غير واضحة من المعالم في أهدافها في الشرق الأوسط خصوصا الإدارة الحالية وبالتالي إيران تستمر في ذلك ولديها قيادة ذكية تستمر في مثل هذه التقاطعات سيادة العميد بما يتعلق بما ذكرته عدم الوضوح من قبل الإدارة الجديدة إدارة جو بايدن هل هذا لربما يدفع بالقيادة السعودية لرؤية بأن إسرائيل أو تحالف إسرائيلي عربي خليجي ربما سيستطيع بأن يوقف إيران هناك مثل هذه الأمور في نظري لا تظهر إلى السطح مصادفة ولكن ما أعرفه سياسة بلادي واضحة تجاه علاقات مباشرة مع إسرائيل وإلا بوجود دولة أو سلام شامل في فلسطين يرتكز على المرجعيات الدولية وعلى حل الدولتين والمبادرة العربية التي أصلها سعودي وبالتالي ستكون الأبواب مفتوحة ليس أمام السعودية أمام 57 دولة عربية وإسلامية فالسعودية تقود الأممتي العربية والإسلامية وهي رأيتهما وأنا أعتقد الكرة في ملعب إسرائيل وإن كان أنا كمواطن سعودي ندرك أن هناك تيار داخلي منذ عقود لا يرى مانع في إقامة علاقات تحت أي مسمى مع إسرائيل فلم تعد تشكل تهديد التهديد الجيوسياسي الخطير الذي يداهي في المنطقة والعالم هي ما تمثل إيران ميليشياتها الإرهابية في كل من الدول العربية وأيضا حراسها الثوري وأيضا جيشها وما تمثلوا من تهديد الاقتصاد العالمي وهي تشرف على مضيق هورمز وهو المضيقة الأهم بالطاقة في العالم وبالتالي أعمال إيران معلأسف لا تساهم في إيجاد بيئة صالحة والسمو الأمير محمد بن سلمان قد سمى خامنائي في وقت سابق بأنه هتلر الجديد وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا كانت المعلومات التي تقود إلى وجود تحالف إسرائيلي مع بعض دول الخليج فهنا ندري أن هناك علاقات دول ماسية نشأت من الإمارات والبحرين وهناك علاقات سابقة بين عمان وقطر ولزالت مستمرة وبالتالي أنا أعتقد أنها ستصبح في مصلحة المنطقة ولكن هناك أيضا من يتسأل هل إسرائيل جادة لتكون فاعل رئيسي في هذا التحالف أمور تستحق البحث عن إجابات